ورجنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج اللامولاتي ومع فقرتنا الموت نوعه ومعنا الدكتورة أمنية بن كيران طبيبة متخصصة في أمراض الشرايين الدولي والدولي الوريدية أهلا بك دكتور عموحبا أهلا وسهلا الله يبارك فيك ما يكون بس عندك أول حاجة الله يبارك فيك غدي تسمحولي على الصوت اليوم ولكن ما كين مشكلة موليم هو دك المعلومات اللي غدت قدميننا إن شاء الله الله يقدرك اليوم غدي نتكلم على تأثير الجلوس على صحة دينا على العموم وعلى يني الدولي والشرايين بالتحديد فكان عارفوا على أنه كين كتير من المهن ومن الحرف للأشخاص ديالهم مضطرين في العمل ديالهم على أنهم يبقوا جلسين ساعات طويلة فشنو تأثير هذك الجلوس على صحة دينا اللي بغينا نبدأ وبعدها طبيعة الحال جميع الدراسات والأبحث بينات وأكدت على أن الجلوس لأوقات طويلة من 8 ساعات حتى 11 ساعة في اليوم وفي واحد الوضعية تابتة ما كانت نبقى مربع رشلي ووضعية تابتة اللي ما كانت تحركش فيها فكل يوم وعلى الأقل واحد 6 يام في الأسبوع واللي مدة طويلة كيكون عندها واحد تأثير كتير على صحة دينا وهاتش بسببنا ما تلعيش اللي ولينا كنعيشوه بحيثو أن أكتر يدي الوظائف واللات كتكون في وضعية مستقرة وثابتة والناس ما كيتحركوش لا بالنسبة الموضعفين اللي تيكونوا في المكاتب ديالهم ولا بالنسبة الناس اللي كيعملوا في المعامل بحيثو ولو كيديرو لهم سكون أبت افتيميزاتيون دون تخراج كل شي كيكون قريب لهم باش كايربحو الوقت وما كيضيعوش هدك الوقت وبالتالي كيقدر كل مرضو دياله أكثر ولكن هاتش تيكون عندهم واحد المخاطر على الصحة ديالهم لأن الواحد تيقول لي بحل روبو مكيتحركش نهائيا ولا بالنسبة للأطفال في المدارس اللي حتى البرارميجي ديال الرياضة اللي كنا كنعرف وحنا في الوقت ديالنا مع الأسف في أغلبية ديال لكوليج ولا لليسي حد فات هذه المسألة ديال غياظة وما مبقعتش بحل السائقين ديال الشاحينات ديال حافلة صفالي كي استفروا مثلا مضطر أنه مثلا مهنة الوجداء أو لمهنة النظر يمشي مسافة طويلة وإنسان كيوقفوا ولكن كتكون حتى ديال المدى اللي كيوقفوا فيها باش يسترحوا كتكون قليلة بزاف بطبيعة الحال وحتى المشكلة ديال الأطفال ديالنا اللي يهديهم اللي حتى في الوقت الفراغ ديالهم بعض ما كانوا كيلعبوا القورة ولا كيلعبوا كيلعبوا لعب خارج البيت ولا اليوم قالت قدام البيسي دياله وتيلعب ذك شي لاش حتى الاختيار ديال اللعب في البيسي ولا ذك اللي يجو خصا تكون اكتف صديق نختروا لوليداتنا هادوك الألعاب اللي يمكن لهم يتحرقوا بحل كين شي ألعاب اللي كيجبك الله أنك تلعب القورة ولا كتدير تينيس ولا كي في هرق فيها مجود كي هرق مجود هادوك الألعاب إلكترونية اللي كيكون كي تبلانشوه مع التلفازة وتخلي هادوك التفل كيتحرك تيتحرك صحيح لكي لعب تينيس على الأقل نكون لنا واحد الاختيار هادوك الألعاب اللي نجعله أن الأطفال يتحركوا يتحركوا وكين حتى الناس اللي ولد فيها العقز دبا مثلا شحال من واحد فعط ما يطلع غير النتاج مثلا في الدروج ولا يهبط أليطال كياخد لصوصر وللصيارة دياله كيوقفها حتى الموضع دي العمل دياله أقرب ما ممكن مزاف دي المسائل بحلقة اللي جعلتنا أنه واللينا معجازين واللينا ما كنت حركوش واللينا كل شي كنديروه بجلاس فليوم هاد المسألة دي الجلاس بزاف هاد الجلاس بزاف متلا نساعة طويلة كيف ما قلتيني وقلت الحركة ما بقاش الواحد يعني كامتان من غير على السيارة دياله أو ليجلس في الدار وكيف ما قلت يا تربى واحد شوية ديال العقز لا عند الكبار ولا عند الصغار شنو هم المضاعفات اللي ممكن يعطوا على صحة ديالنا وخاصة من الباب مثلا هادك تخطر الدمني دائما كتكلمة طبيعة الحال طبيعة الحال هاد شي عنده تأثير وكتير كتير ما كنصوره على الصحة ديالنا بحيث وبعد الباحثين قارنوها موازة مع التدخين وعلى كنعرفو شنو هو الدرع ديالتدخين على الصحة ديالنا فتصور ان الجلاس ديالنا الجلاس طويل ساعة طويلة كيعطي نفس تأثير بحل اللي الواحد كيدخن شنو هما هاد المضاعفات وكيفاش يمكننا نتغلب عليهم باش ما نلقيوش بصحة نلتالوك فعلا هاد المضاعفات اول حاجة ان الجلاس في الزاف تبين انه تكون سبب اساسي في ظهور امراض داء السكري الثاني الخصوص الثاني علاش لان الدات ديالنا كتعطي اقل نسبة من اللانسولين اللي يمكننا تحرق هادو كالسكريات وبالتالي كيقدر يعطينا داء السكري هاد المضاعفات في الزاف تقدر البون كوليستيرول كينقص واحد من السبع ديال 20% والموفي كوليستيرول كيتكاتر وهاد المضاعفات يقدر يعطي ان الدم يقدر يتخطر يقدر يتجمد يقدر يعطي جلطة في الدماء جلطة في القلب وبالخصوص يعطي جلطة أو سكون في الأرجل أو في الفاخضين علاش هادشي كله تكون عندو تأثير بالخصوص على الشرايين اللي هو موضوعنا اليوم اللي هو في إطار تخصص ديالي هو أن هادك الكوليستيرول كيبدي يصدلنا هادوك الشرايين اللي هما اللي كيغدوا الدات ديالنا بالخصوص الواحد اللي كان عندو داء السكري ولكن كييدخن فالمشكل كيضاعف وكيولي المشاكل كتفاقم أكتر فهاد الكوليستيرول اللي غادي تزاد بسبب الجلاس تقدر كيبدي يصدلنا هاد الشرايين سواء المستوى الدماغ أو المستوى القلب أو المستوى الشرايين في الأطراف كل هالي ذكرت مهمة جدا وهي اللي ربما كتدير وظائف مهمة في الجسم ديالنا فبتلي إلا كان فيها خلل ولا يعني التربات أكيد لأنه تعطي مضاعفات والمضاعفات كتبقى هادوك تزاد يعني مني كان تكلم على تخطر الدم مني كانت تكلم على الكوليستيرول يعني الصالح يعني اللذات يعني كينقص وكيجيدك الكوليستيرول الدار بالنسبة للمرض السكري من نوع الثاني يعني هادو كلها جلطة في الدماغ كيفما ذكرتي هادو كلها أمور يعني صعيبة واللي ممكن تجي كمضاعفات الواحد السلوكات اللي ربما لي سهل أننا نحيدوها مثلا طبيعة الحال بالتفصيل تكلموا لأشخاص اللي يقوموا بهذا المهن وهذا الحرف كان عرفوا لأنه ربما يسمعون اليوم يقول الله غالب يعني نخدم مفلوزين أو لكن صوق شاحنة ميمكن يشمشين اللي كان تحكم في العمل ديالي فما زل الأشخاص اللي ربما تربفين شوية العقزة لأساس من طواب إلى الخدمة للدار مثلا ما مسؤولية الوالدين أنهم يخرجوا من الطبيعة يخرجوا من الغابة شوية يخرجوا وحدة شي جردة قريبة لهم يدروا مثلا بعد الحركات مثلا نزولوا صغطوا العقز هذو كل الألعاب القديمة اللي كنا كلهم فيهم حركات كنا كان بدلهم جهود طبي الحال نحن نعقلو كن لعب الكاري كن لعب لحبل في الجردة كنا نقومو بحركات وكان جيو من صلوطين نجيو وكان بغيوه ناكلو ونعصو وكانت يعني ماشي بحل بها ذك الركود يعطي ذك المشاكل غير هما هذو سلوكات نقدم صحوهم منسبة الأشخاص مثلا اللي هما في الخدمة ديالوا خدمة فلوزين صعيب عليها أنها مثلا تغير هذ هذ الأمر شنو ممكن تدير كسلوكات يعني تصححهم باش على الأقل تحاول أنها مثلا تعاون رسها مش ميكون شهد المضاعفات ديال تأثير الجلوس داك دا بغسنا أول حاجة نكون مقتنعين حيث بزف الناس تحسب أنهم يلاقل سوف 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 رهت شي كيرتح ويرجع لهم بنفع الحاجة اللي المسائل المطلوبة منها إلا كنا مقتنعين وعارفين أن الجلوس أو الناس ره مضير بصحة دينا وره ما يعطينا شغل مشكل على المستوى العظم أو مستوى الظهر أو الكاتفين أو التسنوجات اللي كتجينا في آخر النهار في الفاخضين من هنا غدين عرفوا أن هات شي مضير بصحة دينا وغدين قوموا بالحركات قلتين شنين المسائل يحويش اللي هو مبساط فعلا ونقدروا نردوب لهم مثلا أنا في البروديالي جتني واحد المكالمة هاتي فيه واليوم كنعرفوا أن التليفون دائما ولا المحمول فأمني جتني هذيك المكالمة نوقف مثلا وندير واحد لغوط غير قدام البروديالي ونتحرك ونزير كرشي وناخذ واحد النفس غير هذيك رها حركة حنا ما تنقول لش الحركة نغسك نشي الاصال الرياضة وتخم بالحركة ولكن غير نجعل أن من أي حاجة ندير إلا وندير الحركة غير وفد باش غير ننضم الكورسي ونوقف رات هذيك حركة وندير ذاك لغوط في الوقت اللي أنا كنهضر مثلا في الهاتف أو التليفون مثلا الفوتوكوبيوز بعض ما تكون قدامي وما غادي تطلب من اللي يحتم مجود تكون شوية بعيدة باش نكون مضطرة أن مثلا غادي ننض وندير هذيك فوتوكوبي جاني العطش نض نجيب نقول شلدك وحفك على وقفتك يجيب لدك الكاز دلم ولي مع إجاز ولا أولاد نت يكون يدير لدفور للي نجيب لك صندويتش لا دعي نط دعي يقلب عن الماء دعي تحرك لأن تدك الحركة في واحد النشاط وتعود يسترجع واحد الانيرجي نحطها شوية بعيدة مثلا الناس اللي سأتني في الزيت طاج يأخذ اناتاج ولا جوج وإما يطلع ولا ينزل فيه ومثل ما يقدر يكمل لحسب المقدورات دياله هدي مسائل اللي هي سائلة وتدي من كنا مثلا كانت تفرجوا بواحد الفيلم مثلا نقدره فهديك الفرصة اللي كتكون مثلا إشهار ولا شي حاجة بيبليسيتي داك نقدر داك الساعة نوقف واخر مش اللي كان غير للكوزينة ناخد كز الماء ولا صدي خص تكون واحد الحركة مستمرة وما نكون دائما غير مرخي وعيان وناس وهد الأيام اللي الناس فيها لغير كتير كي نجح المواحد كيش تلفراش يومين وثلث يام ما كيتحرك هذا كل ما ناس كل ما ما درتش مجود المرض كيقبط في بزيف وكيأجب الحال الواحد دائما يكون يتحرك ويحاول يخدم عادية ودير مسائل دياله عادية باش يقدر يتغلب لديك المرض والمسألة اللي أنا تعجبت لها شخصيا أن بعد دراسات بينات أن الناس اللي تيقلسوا في الزاف يجيهم من كتير من الناس من واحد نسبة يلحد بالمية شنو هو المسائل بان كيف سروع لأن اللي غادي كل يبغ تيبقوا في الزاف في الدات إلى آخر ما كان شي دراسات اللي بيناتنا بالضبط ولكن هذه ملحوظة فهذه أخصنا نعرف أن اليوم يشتغلوا كيف ما قلنا مثلا في ساعة طويلة من غير الموظفين يشتغلوا مثلا في ميهن حرف كيف رأون بقوا غالسين فلوزين مثلا ولا شي سنعة تقليدية ولا شي حرفة اللي غال يبقوا غالسين فيها لساعة طويلة شنو ممكن مثلا بحل دبا عندهم وقت محدد أنهم يمشي ويتغدو أو وقت محدد يمشي وأنهم يرتاحوا واحد شوية هذيك الوقيت ممكن أنهم يديروا حركات مثلا طبيعة الحال هي خصائل حسب نمط هذيك العمل وطبيعة العمل أن تشوف كيف يمكن تحرك وخير توقف مرة لكن يسمح لها الظروف ديال والعمل ديال أن تقدر تدير شي حاجة بالوقفية توقف شي شوية ودقر شي شوية يأر الجلاس مزيان والوقوف مزيان خص الحراكة هذا هو تناوب ما بين الجلوس والوقوف تناوب ولكن يمكن لشي حاجة نديرها وأنا ماشي جاية بحل المرة مثلا كطيب كطنقف شي خضر أو شي المرافق دار ما عندش هذه المشكلة تتحرك نشرح ويجي طلع السطح مزيان مزيان كي يعاون الحركة رأى باركة وخص الواحد دائما يتحرك ونشوف لما تلعيش ديالنا شي المسألة اللي غادي تخلينا أنك نتحرك زعم بأحسن الضرف موخة قبل ما ناخد المكالمات الهاتفية اللي معنا سمحتي بالنسبة لتأثير الجلوس لساعة طويلة على الدوالي تكلمنا على صحة ديالنا العموم المضاعفات كيفاش أنه كي يسبب ظهور أمراض السكري من نوع الثاني من الكوليستيرول الدار من تختور الدم من الجلطات الدماغية بالنسبة لتأثير الجلوس لساعة طويلة على الفاريس الدوالي بطبيعة الحال الجلاس لمدة طويلة من ثمانية حتى الساعة في اليوم في فض هي ثابتة طبيعة الحال تكون عنده واحد تأثير كثير على الأعراض وبالخصوص على المضاعفات ديال الفاريس أو الدوالي بحيث هذه المضاعفات أو الأعراض اللي غد يبانوا على سنوات يقدروا يبانوا واحد الفترة أقل وصغطوا المضاعفات يبانوا بواحد الحدة فالحركة هي مهمة ولكن هذا ما كانيش أن الناس لأنهم لفاريس أرهم إلا داروا حركة هذو لفاريس غد يمشي أو غد يدو هذا علاج ولبدا من لفاريس ما خصهم العلاج والعلاج ديالهم الخاص بهم لأن الحركة هي تنشط الدور الدموية وغد يتقلل من الحدة ديالهم بحل من يكن لبسوا الجواري بالطبية الأخرة ولكن هذا ما كانيش أنها مسألة كافية باش تداوي لفاريس فهلا إذن ناخد أول مكالمة معنا سامنيرا مدار بيضا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يبرك فيك الحمد لله بارك الله وفيك مرحبا لا بس الله يبرك فيك شوية مروحة ولكن ما كين بس أنا بغيت نتقول لكم سنضل خدامة شريكي سنضل خدامة مواقصة ميط نار يوميين سنضل خدامة وفوخ لم أغطرت لي لازم ما شي حاجة وبطبيعة الحل هو الوقفة منك تبقي وقفة بحل روبة تخصك مثلا مني تكون أول حاجة تلبسي ذك الجوائر بالطبية وخم ما يكونوش عندك لفاغيس رهم كيعاون وخم ما يكونش عندك لفاغيس مثلا هادوك الجوائر بالطبية مزيان تلبسهم وختم شغان الفرماسيان وياخد لك القياس وتلبسهم رهم كيعاون هادي من ناحية من ناحية الثانية مني تكوني واقفة حاوليها للي تجمعي للي موسكول ديالك صدي عضلشك أو العضلات ديالك خسك تجمعيهم مثلا خسك تحاولي تنفسي بالجهد وماشي انت واقفة وانت مرخية وكتافك طيحين عليك خسك تكوني واقفة طرحة كان بالواقفة وانو شو ديال فراتي ما وقفة مزيان معني مني وصعين ونخدمها وعقفة بشلكية ولكن ديال مني صريح مثلا اقصم وتخدمها ولا وحد ربع ساعي مني كرسي فنعي يقول كله العياد يرجع لي وكل شي اعظام ماشي تضررني ايا العياد يلو وقفك يرجع لي وليكن زيان إلا كان عندك كان يمكلك ان مرة مرة تقلسي كان زيان زي ما وخيك اشي كرسي مثلا يكون عالي وتقلسي مرة مرة توقفي مرة تقلسي مرة يمكن لك تدري غير مثلا غير واحد الخطوة ولا جوج انتي بحل واقفة وانتي تدري ادك الخطوة ولا جوج ممكن في العمل ديالك ماشي غير تبقى واقفة بحل واحد روب ولا وخنتي واقفة كما قلسي أنا مزيان ايه مزيان تحاول نشي بحلقة المرحات تحاول ماما الوقت ديالصلاع لان الوقت ديالصلاع الحمدلله هذك الصلاوات ترى كنديرو تأي حركة مهمتها المسائل بحلقة جوارب طبيعته هما مهمين تحاول تاخدهم وخام فيها لفاريس وخام ما يكون شفي لفاريس أنا اليوم كنصح جميع انهم يدروا ذك الجوارب الطبية ومهم مفتف ويكون عندهم حتى الحداء يكون مريح هل اصابوا مثلا ميديكال ولا غيره تماما هذا ياخدوه من عند عفظ مصير يمشي لطبيع لكي يكتبلي هذي المسائل هذي يتباع ويمكن لو يمشي ويكون سوميلة تكون مريحة بحل بومبا مريحة ومكيكون مزيّر وكي ينبعد نو بس الناس اللي كيكون عندهم الميديكال مثلا يقدر ينصحهم انهم كيفش يديروا رجليهم كيفش انهم مخصوم يتنيوا رجليهم مخصوم يديرهم كوازي كيفش مره مره انهم يجب بدود رجليهم ويديهم انهم يتنفسوا انهم يديروا لهذاك الميديكال يقدر ينصحهم شنية المسائل اللي تقدر تعاونهم في الخدمات وخا انهم توقفوا 8 ساعات أو يقلسوا 8 ساعات نواصلوا باقي المكالمات معنا فاطمة من تاتا فاطمة من تاتا فاطمة من تاتا مرحبا 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 يتفضلي دكتورة لبناء انا فام اجي ديال 63 ودبعون غدخات كنت تحرك مزيان دبعون غدخات وعندي عندي شوية دليز دليز إكسترسيستوليك اهه تقراني بزاف وستمت يجو واحد مرات يبقوا عندي واحد مدكتير وستمت اللي لم كان بغير نعس كان بقا تندف النعس ما كان لقش رحتي في النعس ديبات مو لكي متا عرف شو واش ديبات مو كاردي يكدي لي ولا سمت غال ممشي عن الطبيب انت كاردوري قد في دلي بان روما الزك سخص ستوليك وعطاني اللي بيت بلوكو واحد روما ولكن وعطاني دار لول السي جي ولتي بيان ولكن المشكلة اللي عمر ديالك وغطخات يمكن لك تمشي ودبع عندك الوقت باش يمكن لك تغطي كافي باش تاخذ واحد الوقت ديالك وتمشي تمشي مرة مرة حيز هذا اول المشكلة اللي كنشوف هالم واحد غطختي هو اللي من عدم كيدير لرياضة لوالو كتلخان نار ومطال وقبل تلفازة او قاس بالقاوة الاخر وهذا مؤسف جدا فعلا يعني اللغوطخات ماشي هي النهاية ديال هذك الشخص بالعكس كيف قلتي يعني بالعكس يعني الواحد هذي اللي فرصة فين كيلقى وقت راسه يدير في ذاك شي اللي ربما مكاش عنده الوقت انه يدير وينضم يعني الامور هي مسألة تنظيم لك نضم النعاس مثلا تل ثمانية تصبح نضف السبعة وذك من السبعة لثمانية نخصصها مثلا ندير واحد الحركات في الشارع مثلا المهم نقدر نتمشا ولا ندير شي حركات نخصص واحد الوقت ديال هذك ومنقول ما عنديش الوقت من ينسال من العمل مثلا نقدر ندير واحد شوية ديال الحركات هي مسألة مسألة تندم وندخلوها في إطار العيش ديالنا وفي نمط العيش ديالنا وتقول من ضروريات من ضروريات ما غديش ولي غير كان عندي الوقت وغير إلا بغيت وغير إلا كانت جميع المسائل متوفر هاد ندير ذاك الرياضة الرياضة ستدخل من المسائل الضرورية والمؤكدة بحل اللي كان ناكلو ناسو خص الرياضة هي يدخل في نمط العيش يمشي مثلا لأصال عنده بيسيكلات في الدار مثلا وكذي الحركات يعني ينبزف ديال حول الأكل غير السببت الحد مثلا في العطلة ديال أخر أخر طبيعي من هاي يستنشق الها ومن ها صور أن الدراسة تبينت على أن الواحد اللي كي يقلس ثمانية ديال الساعات خصو ساعة ديال رياضة زعم رياضة رياضة باش يمكن يحيد تأثير هاي تمانية الساعات ديال لأس لأن ما كيحرق ش سكر ما كيحرق ش الكوليستيرول النسبة ديال الكوليستيرول كيطلع البون كوليستيرول كيينزل 20% هاي المسائل كل خصو تقدير ساعة المقانة باش تقدر تغلب على تمانية الساعات واتصور تمانية الساعات في اليوم أو 11 الساعة لمدة أسبوع شحال خصو تقدير من الساعة في الرياضة ديال رياضة هي مهمة واللي خصو ندخل ها في نمط العيش ديالنا يوميا 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 وكل ما قدرنا نتحرك رمش الناس هو اللي يعطي الراح هو اللي يعطي فح بال الحرار ديال كتلقى مثل عنده كتر بالثمانين عام وما زال يبغي يخدم مازال يمشي الناشاة في الأعمال يانو مازال يمشي للسوبر مارشي مازال يقوم بعدد كتير من الأعمال احنا اليوم السيد يلا عنده 57 عام أو 60 عام تيقول صافي انا شرفت انا ساليت انا لا اللي يجعلنا نمشي حتى نمشي هدي هدي لمهمة النفس هلاش كنا كنت تذكر على السيدة بور لزيكس خاسيستون للا قصة تعود ترجع عند طبيب ديالك باش يشوف هدي لزيكس خاسيستون شنو هو السبب دياله واش كاين السبب من الغضة الدراقية واش كاين شي مشكل آخر وطبيب القلب ديالك واللي تعود ترجع عنده باش يعرف شنو هاد المشكل وان شاء الله ان هاد لزيكس خاسيستون ما غدي شي منعك ان تقوم بالحركات الرياضية الموافقة كل انتي غدي تقدري لها نواصل باقي المكالمات وغدي معنا مريم مريم من دار بيضا وعليكم السلام ورحمة الله مريم كده رسول الحمد الله بارك فيك مرحبا بات نشو الدكتور نحس بحل حركة رجلية رعبة رعبة بحل قلاصة تبدو تدرب تدرب حل قلب مليك يدرب حل كدرب لها تدرب ويتمعرف واش يعني من اعراض دا وعليم اللي معرف الله وهاد شي عندك قديمة للا لا لا شوف هاد المسائل هاد اللي كتقلي عليها تقدر تكون من الاعراض اللي كتقدر لكون عدد كتير من الامرات كيعطوه نفس الاعراض تقدر لكون عندك غير نقص في المانيزيوم مثلا تقدر لكون عندك فقر الدم تقدر لكون عندك مسائل بحلقة اللي تقدر تعطيك هاد هاد المشكل اللي تكلمت لي فنصحتي تمشي عند الطبيب طب العام اللي غدي يعطيك بعض تحليلات ولي غدي وجهك على حسب شنو غدي يلقا عني مثلا غير نقص في المانيزيوم ولا شي حاجة ولا فقر الدم مشغل فاريس اللي كيدرو هاد اعراض مثلا تمشي عن طبيب العام جنراليست اللي غدي هو اللي يقدر ينصحك غدي يعطيك اول حاجة تحليلات وغدي يقلبك الى لقى انه مشكل غدي تحليلات اللي غدي يعطيك ادوية لقى انه مشكل بطبيعة الحق غدي وجهك الطبيب المختص في فاريس معنا مكالمة اخرى من تمارا قالوا امال وعليكم السلام ورحمة الله الحمد الله برك فيك مرحب الله شوية شوية الحمد الله الحمد الله شوية الحمد يا ربي امين مشكور انا عندي لفاغي سرقاق وملو لني مع الحمالة اها خضل اه وده بدو تخرج لي عندي مشمالات متابعين اه وهادي من المسائل اللي كتجعل ان اللي بانو واحد لوقت كتر من الاخر ان تكونوا الحمالات متقاربين وده بدو تخرج لي لفاغي كبار الزرق خضرين هاولو وكيد ضرروني وتي حقوني رجلي بلي وشنو كتسنى للا باش تشوف طبيب قبل اللي فاغي كتسنى ان هم يزيد وشو جوش حاجات واما كتسنى ميبرعوا بوحدهم واما كتسنى ميمر دكتر بني وبيلك شنو كتسنى لاش بتخوف لاش مناش بتخوف غير كتسنى اولا انت اولا ما زال ما دلت استشارة طبية باش يقول لك شنو دلت استشارة وشنو قلو استشارة طبية وقللي خصك تنقف الوزن وخصك تصرح يعني ما خصش بقاو العرق انهم غايت زاد انت بادية في المرحلة التانية تشي تنقول لك تشي تلت سنين ده بذ ودبع غادي كون اكتر واحد الحاجة اللي بغيت نقول لك ان لفاريس ما غادي شيد هو بوحده عادي خصك تعرف فيها تاني حاجة الادوية ولا الجوارب ولا الدهان ولا تشي كله كينقص غير في الحدد دي الشعور بالآلام الى ونقص لحسب درجة الاصابة اما لكنت عندك واحد الاصابة هي والابدل لما تعرض راسك على الطبيب اللي غادي حيد الوضعية ديالك وغادي اقتر حالك العلاج اليوم بارك ما نقول ونتخوف لان المشكل هو يخلي تادو الفاريس والوصل الواحد المضاعفة اللي ما تقدرش تصور الخطورة ديالك وشال الله شتي في الانتغانات شنا هو قرحة الارجل شتي النازيف شتي ان تشوف هذي المسائل هذي باش تعرف شنية الخطورة ديالك الفاريس الفاريس اراهم من اليوم مشغ مسألة جميلية اراهم مرض كسائل امراض وعندهم اعراض وانا كنطلب منك انك تفتح الانترنت وتشوف شنو ما ديالك الاعراض او المضاعفة ديالك الفاريس وتما غادي تكون مقتنعة ان من الاحسن نداوي هذي الفاريس احسن ما يعطوني هذي المضاعفة لان المضاعفة غادي يجي وغادي يجي فما تسناش لان الحلول في اللول كيكون سهلين يمكن ندير لهم غدك حق تسلب يمكن ننزول بوح الطريقة اللي سهلة ولكن مني كتوصل لقرحة الارجل او كتوصل لتخطر او كتوصل النزيف ارى العلاج تي صعيب لا لك ولا لنا كان ولمسألة فعطمان فتحو دي كلا ونزول ونزول النص ومبعد ما يدود قرحة الارجل كان دووع وثاني النص كان ولي كان دباني كان ولي وش كان اعطي وحد العلاج كيف ما بغينا لحقه وطريقه هما الحل دي التخوف وتوكل على الله لانو درنا حلقات كثيرة وتكلمنا على كيف كتكون يعني التخوف مبقاش عندو الموقع دي ها التخوف راغ غير سجيطاب التخوف اليوم مناش متخوف الحقان الحمدلله اليوم كان وسائل وكان واحد الالت اللي كان شوف العرق وكان ضرب فيه شو كان زيغو غيسك زيغو العملية وقع تغير ما تصور بحيث تخضير واللاغي محلي والواحد تخضير المنج كل وكان هذا المخطاج يعني كيف شاء الدور دي وان هذا المخطاج عندو واحد الدور الواحد كيخرش في نفس اليوم ولينا كندير وغيت وقاب بلا كسير عن الطبيب المختص اللي غدي فسر لك المسائل كله ودك الساعة غدير ويشن المخاطر ما نصنطو للناس اللي ما عارفينش علش ما نمشيوش عند الناس اللي عارفين ومخصين ويروونا صور ويروونا حقائق اليوم ما بقاش عندنا الحق نقولوا ما عارفناش وما شفناش وما ديريناش اليوم كل شي واضح فعلا معنا مكالمة أخرى فاطمة فاطمة من دربدة الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة رجلك قدرك ما سمعت السؤال من الأول شنو عندها لباريس عندها لباريس في الخدمة ديالة كتوقف في الساعة ستويلة ودبا مؤخرا رجليها ولا تقدرها ليس ريا ياك طبيعة الحالة الليلة عندك ليباريس بالوقوف غدي تدرك واخد تدري حركات واخد تدري الجوارب لا مشيت واحد المرة خردي شي تدري معلمك الملتوش اه من الأحسنة لان تشوف المختصفات ليباريس اللي غدي حدد لك درجة الإصابة ومثم ما غدي نسحك شنو هو المسائل اللي غسك تدير لان الدواب وحده بعد نبات ما تيكون شكافي الجوارب الطبية ما كتكون شكافية فعمل أحسن استشارة الطبية وتشخيص اللي مهم فتي كله هو تشخيص باش كنعرفو دشني درجة الإصابة ويمكن تكسع لوجهوك شنو هو العلاج معنا حكيمة من مكنيس آلو أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حكيمة كدو تبعد الحمد لله الله نشكركم على هذه الإدعاء وإحنا ولينا مدمين بالخير الحمد لله الحمد لله بالخير إن شاء الله مرحبا أختي أنا مريد شوية عندي وخار وقلق السؤالي ونخرج وقلق كنت مشكلة فضلية أنا مني كتشتني واحد القلب ديالي تيبقى يزدح ماشيت يزدح تيبقى ينفض ويكون عندي بحل شكل فلودين ديالي بحل شكل شي صفار كتصفري فلودين ديالي مشي ديس واحد شخص تبي وفاش مشيت لعندو قال لي زيما الحمد لله دارلي تخطيت للقلب ما عندي دارلي الكلاوي دارلي 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 شي موشاف لكل شي عطاني تحالي لقت عندي غير فقر الدم حلينا بينتلي غير فقر الدم عندي وشي قدري فقر الدم فقر الدم يدري هاد الأعرض هادا طبيعة الحالة لا لا ما تصورش فقر الدم شنو تيمكن لو يدير تيعطي العياء والقلب ديالك يبدأ ينفض عليك بحلقة وتيعطي الصخفة وتيعطي المسائل كلها الحاجة المهمة يخصنا نده فقر الدم طبيعة الحال ولكن دائما سنقلب علش عنا هاد فقر الدم شنو السببب فالطبيب ديالك يمكن يقدر يقلب علش كتدير هاد ومن ثم هو يوجك حسب الاختصاصي مثلا يلقى فقر الدم ويلقى تلك ورط البويد لما ناقصين ويقدر يدوز عند المطلوب مثلا يلقاش حاجة وحدة اخرى في الدورة الشهرية ونزيف ونزيف يقدر يصفت عن جينيكو فمتل فشلالة خص شاف دوغ كاسخ مايسترو رطب العمل رطب العمل المهم وهو اللي يوجه مايحولوش مشو عند الاختصاصي من الويلة الاولى الجينيغاليس هو اللي غدي وجهنا لانه المريض مايمكلوش يشخص فذك شيراش يمشي لتب العام والول وفي نفس الوقت من هذك تب العام غدي وشه هو تخصص لغدي مشي للهواج ليش فيهم قوضة ايمان مع اوفي انا مكننة سمعنا فاتم من اصحاب راديو الحمد لله مرحبا بارك الله احنا كنبغيوكم متبادلنا وكتشجعونا شكرا بارك الله حب متبادل شو السؤال الله يباك فيك الله يباك فيك الله يخليك دكتورة انا عندي عندي اركبت هادي شي شهر اركبت هي تبطرني الى مكان وقدر التوصل لك نطلق عالسا ومشي تبطريب درت الراديو ودرك الشي تتعزى اه درت الراديو وقال لي يا رما مكنت حاجة الموهي ما خرج لي شي دي ولا مكنت كانش واني واخا هكك واني ما زلت فاش كان وقف كان سمعت حتى ترتق فيها وكل مرة في انت اتبطرني في جهة ولكن في ركبة ديالك في ركبة ديالي مشيتي لاتي مشيتي عن طباب ديال العظام وطباب ديال الروماتيزم لا طباب العظام ومحمة الخامس اوأ ايوأ ايوأ مشيتي عن العظام وعطاك فلول الادوية عاوث يرجع عنده وقول له هدك دوى مثلا نرى القسله ولا مدار لت حاجة ودك بشي الغلط هو انه الى عوثاني بدلتي الطبيب لا بدل ما بدل ما بدل ودرا سنيت ايوأ ايوأ نقول لك وش ما اعرض كارت هده ديال ايوأ غدي قدر شوية ديال تحليل عزي بطبيعة الحال لا درت انا درت الخزان الراسي ولقيت عندي حداش بصيلة 2 حداش كتير كمي ما كنت عرفة راسك عندك مشكلة لا لا انا كنت عرفة راسي كنت منهار ما تتوجدي ياليل ورحمه من دك الساعات كنت نقصني فكر من دك الساعات كنت نداوي وثاني ثنت وليني هذا المرة كنت لعلي بزاة وصبع ايضا السبع الكبير انت عرجي لي ما بين تفرض والحم عندي بحال فيه وحال شي نقطت لقيح لداخل ولمثنت واخد ايو ديال شي هادي من ناحية من ناحية ان عندك السكار ولا بدأ ما تشوف طبيب اختصاصي في السكار يمكن ترى شحال ونتي عندك السكار وما عرفش فيه ما عرفش انه فيك وغادي يقدر يعطيك مضاعفات وشحال من نوبة تكلمني على مضاعفة داء السكاري الناس اللي ما عرفين شعندهم داء السكاري فدك شي لش الناس نقول لهم على الأقل على الأقل مرة في السنة يقلبوا السكار ديالهم غير مكلف وتقدر يحميهم فانتي كنتي عارفة انه فيك سكار ومع ذلك يمكن ما درتيش استشار طبيبية من ناحية ديالي فانا كننصحك أول حاجة تكملي مع الطبيب العظم ديالك وثاني حاجة تشوفي مع طبيب داء السكار وخاف ختم لقاءنا يليس نحتي دكتوراه شنو النصائح نصحة وعلى الدوال النصحة هي أن الواحد يقدر يحاول يتحرك في جميع المناسبات وجميع الظروف أنه يخلق هو اللي غد يقدر يعرف على حسب دك طبيعة العمل دياله كيفش يمكن له يدير هدك المليو دياله أنه يقدر يتحرك فيه كيفما قلنا من يقدر الواجب على الطليفون الفوتوكوبيوز من يمشي مثلا يشرو من إلى آخر هو اللي غد يعرف كيفاش غد يقدر يتعامل مع الوضعية دياله نراقب الأطفال ديالنا أن نشر لهم الألعاب اللي يمكن لهم يتحركوا فيها نقدر نخرج مع أطفال ديالنا في عطلة الأخر الأسبوع وحسن الكبار ينعبوا معهم ده بك بعض الوليدين اللي شكرا لك بزاف دكتورة أمني بن كيران طبيبة متخصصة في أمراض الشرين الدولي والدولي الوريدية حول موضوعنا اليوم تكلمنا على تأتي الجلوس على الصحة والدولي غدا من 11 إلى 12 تكون حضرة معنا في موعد تابتك كل يوم خميس دكتور سابرين شيوي طبيبة متخصصة فعلاج أمراض السكري وأخصائية في التغذية والحمية الصحية غدا نتكلموا على حصة في الكلي دك الحجر في الكلي غدا نتكلموا على هذا الموضوع ومرحبا بتساؤلتكم مفتوحة فيما يتعلق بموضوعنا حول الحصة في الكلي أو لكاسم الدريجة الحجر في الكلي شكرا لكم وسمعنا لوفقكم لكم تحيات مجدولي علامة الإدريسي لرفقتنا اليوم في الإخراج وصابر فوندا لم يأل بكري في البرمجة الموسيقية سميحة في التنسيق والاستقبال مو كلمتكم الهاتفية نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا للمدغة جول إدارة القريبة منكم